في طول التاريخ البشري إيه اللي بيحصل في طول التاريخ حروب وبعد كده معاهدات وتنهر المعاهدات وترجع الحروب وبعد كده معاهدات وحروب ليه ما فيش ولا مرة ما فيش ولا معاهدة نجحت إيه المقصود للسلام الوهمي السلام الوهمي إن إحنا اللي هو يعني السلم معاهدة عاقد بالضبط نصنع نصنع سلام خارجي بدون ما يكون الأمر في القلب فعبارة عن مجرد شكل خارجي فقط يعني في إحدى الدول العربية حصل فيها قتل وقتل وقتل بعدين قالوا رحين نعمل مصالحة وطنية مع من؟ مع الناس الإرهابية يعني الحكومة تخيل بعدين قلت أنا في الكتاب المقدس يعني أي عهد عهد سلام أو أي يعني بيكون مبني على أساسات طب إحنا أوكي الكل بيعلن انتصار وبهنه بعد ماذا عن الأرامل والأيتام والدمار والخراب والألاف الألاف التي ماتت بسبب سراعات ونزاعات وبعدين الكبار بيهنه بعد وبيعملوا سلام أو معاهدة أكيد هذا سلام وهمي سلام وهمي لأنه مش مبني على بر أوكي مبني على إثم مبني على خطية حتى لو بيّنت الصورة حلوة من بر لا يمكن لا يمكن يكون سلام حقيقي لا يمكن لأنه فيه ثمن لأنه وفيه يعني يعني كل شيء فيه دفع ثمن لابد أكيد إن ما كانش هذا السلام مبني على أسس قانونية سليمة مستحيل يكون سلام حقيقي سيظل سلام وهمي وده اللي بنشوفه في طول التاريخ إحنا بعد كده معاهدات وتنهر معاهدات وترجع الحروب بعد كده معاهدات وحروب ليه ما فيش ولا مرة ما فيش ولا معاهدة نجحت ولا مرة تنجح مؤقتا لأنه سلام لأنه ما حصلش التغيير من جوا ما حصلش التغيير من جوا يعني أنا بتذكر كلام الرب يسوع في إنجيل يحنى لما قال للتلاميذ سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا العالم بيقدم سلام نعم بس من نوع آخر نعم العالم يقدم سلام مبني على ظروف خارجية مصالح ممكن مصالح معاهدات لابد أن نصنع سلام ليكون فيه بيننا اتفاقات عسكرية اتفاقات تجارية أو على الأقل لا نؤذي بعض لكننا مش محبة بعض لكن أنا اللي بتطلع عليه أنا بتكلم يعني دلوقتي كشرق أوسط نعم إنه بيعملوا كل الحروبات وبعدين بهنوا بعض وبسلموا على بعض وخلاص يعني إنسى وأنا بنسى ولكن مفيش دفع ثمن مين يعني مفيش محاسبة طب كل المسؤولين عن الإجرام مين لازم يحاسبهم والمسؤولين هم اللي عم بيعملوا المعاهدات السلمية نعم فهم هاجوا الشعوب المسكينة لتحت التصرفهم فقتلوا بعض والرؤساء في كرسيهم وعملوا تدمير مين يقدر يعود أم فقدت ينصف المظلوم ولا الأرمل ولا اليتيم اللي بيحكي عنه الكتاب المقدس مين يقدر يعود حد فقط ابنه مين يقدر يعود طفل فقط أبو أمه سيظل يتيما مين يقدر يعود شخص مسكين يعيش بالكاد تدمر بيته هتبني له بيته على جروح على جروح داخلية بيعمل في الجروح الداخلية دي بيعمل في الرغبات الانتقامية العنيفة التي تدور في القلب اللي منشعها الخطيئة اللي هو لو طال في إيده سلاح يقتل بي عدوه هيعمل في إيه حيثنا السلام لا هيقتله دي كراهية بشعة متفشية في القلب البشري وتحت صدار الدين